بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم نواصل شرح مادة لغة العربية ومع النص المعلوماتي النقود الضائعة النقود الضائعة نتحدث في هذا الفيديو عن تجربة لفريق من الباحثين سوف نتعرف ما الذي كشفه هذا الفريق نتعلم في هذا الفيديو تعريف الأمانة ما معناها الأمانة وطبعا المضاد الخيانة هل تقتصر الأمانة على أمانة الأموال وعلى وداع الأموال فقط؟ ما جوانبها؟ ما صورها؟ ما أنواع الأمانة؟ كذلك نتعلم ما أمانة الحديث وما هي أمانة العلم وهكذا حتى الأمانة تشمل البيئة أيضا كل هذا نتعرف عليه في هذا الفيديو تابع معي الفيديو حتى النهاية هذا هو فيديو الشرح وفي الفيديو التالي نكون بحل التدريبات كاملة هيا بنا نبدأ ولكن لا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو أعمل إعجاب ومشاركة الفيديو حتى يصل للكثير من النهاية هيا بنا نبدأ فكر ضع علامة صح تحت الصورة التي تعبره عن التصرف الصحيح كما نرى هنا يعني هذا الرجل وقعت منه محفظة فهنا طبعا يعني ينظر فيعني الوضع هنا سوف يأخذها وهذا خيانها للأمانة هنا وقعت منه المحفظة طبعا وجدها فسوف يسلمها لصاحبها هنا أنه وجد محفظة في الشارع وقعت منه يعني من أحد المرة في الطريق فبالتالي الأمانة أنه يسلمها لصاحبها نبدأ الدرس أجرى فريق من الباحثين بجامعات أوروبية أجرى هذا الفريق تجاربة في إطار الدراسة في إطار الدراسة خلاص كانت ضمن الدراسة بعد ذلك كلمة أجرى هنا معناها إيه؟ أجرى فعلة المراد بها يعني قام أقام بكذا أقام أو قام بي أو نفذ هذا معنى كلمة أجرى بأجرى هذا الفريق طبعا هذه التجربة تجربة بكسر إيرا في إطار الدراسة كلمة الإطار عندما مثلا نقول هذا إطار للصورة إطار خشبي للصورة الإطار هو ما يحيط بالشيء من الخارج أما المقصود بكلمة إطار هنا هي كلمة إيه؟ نطاقة يعني ضمن نطاق الدراسة أو ضمن هدف إيه؟ الدراسة هذا فضمن إطار إيه؟ العمل شارك بها شارك في هذه الدراسة وفي هذه التجربة آلاف الأشخاص آلاف عدد كبير جدا من أربعين بلدا أربعين بلد شاركت في هذه التجربة حيث تم إعطاؤهم محافظ لهم هؤلاء الأشخاص تم إعطاؤهم محافظ نقود ضائعة كلمة محافظ طبعا اللي هي الأكياس لحفظ النقود والكتب محافظ طبعا إيه معروف كما نرى في الصورة والنقود معروفة أيضا وهي العملات من الذهب أو الفضة وغيرهما مما يتعامل به الناس ضائعة هذه المحافظ المحافظ النقود هذه ضائعة يعني مفقودة لا نعلم من صاحبها لماذا فعلوا ذلك أو ما الهدف من هذه التجربة لرصد تفاعلهم في مواقف مماثلة كلمة رصد بمعنى مراقبة أو يعني حصر ومتابعة أو تسجيل تفاعلهم في مواقف مماثلة يعني مشابهة وألقى أشخاص متعاونون مع الباحثين هؤلاء يعني في مجموعة من المتعاونين بيساعدوهم يعني ألقوا ألقى طبعا بمعنى إيه رماء ألقى هؤلاء المتعاونون أكثر من سبعة عشر أي ألف سبعة عشر ألف محفظة أو محفظة بواقع أربعمائة مرة في كل بلد بإذن رمو سبعة عشر أي طبعا دي تجربة يشوفوا رد فعل الناس بواقع ربعمائة مرة طبعا في كل إيه بلد وكانت كل محفظة أو محفظة بالفتحة أو بالكسر كانت كل محفظة تحوي ثلاث بطاقات شخصية تحوي بمعنى تضم كل محفظة فيها ثلاث بطاقات إيه شخصية عليها عنوان بريد إلكتروني طبعا ده شيء مقصود يعني مقصود من الباحثين وأيضا تحتوي على قائمة تبضع ومفتاح بإذن تحوي ثلاث بطاقات إيه شخصية وكذلك تحوي قائمة تبضع قائمة تبضع تبضع بمعنى تسوق يعني المقصود أن هي قائمة مشتريات أو قائمة إيه بضاء وأيضا مفتاح بهذه المحفظة تشتمل على هذه الأشياء وكان بعض هذه المحافظ خالية من النقود بإذن كان بعضها يحتوي على هذه الأشياء والبعض الآخر كانت خالية خالية بمعنى فارغة من هذه النقود فيما كان بعضها الآخر يضم بعض النقود أيضا إذن كل محفظة كانت تحتوي هذه الأشياء وبعضها كانت خالية من النقود وبعضها الآخر كان يضم بعض النقود فيها فلوس وتم إعادة أربعين في المائة من المحافظ الخالية من المال إلى أصحابها ناس الناس اللي هما وجدوا هذه المحافظ اللي هما تم اختبارهم بقى أربعين في المائة منهم لما وجدوا محافظ خالية فارغة من المال أعادوها لأصحابها في مقابل 51% بالنسبة لتلك التي تحوي أموال لقد كشفت هذه الدراسة تباينا بمعنى اختلافا يعني التباينا هو الإيه الاختلاف بين الدول في مستويات الأمانة إذن على ما احتوت هذه المحافظ المستخدمة كنا احتوت على ثلاث بطاقات شخصية عليها عنوان بريد إلكتروني وقائمة تبضع ومفتاح وبعضها كانت خالية من النقود والبعض الآخر كان يضم بعض النقود ماذا كشفت الدراسة التي قام بها الباحث كشفت تباينا واختلافا بين الدول في مستويات الأمانة والدول طبعا بيختلفوا على حسب مستوى الأمانة لكن دعنا أولا نتطرق إلى تعريف الأمانة كلمة نتطرق إلى بمعنى نتناول نتناول تعريف الأمانة وهل هي مقتصرة على الحفاظ على الأموال وإعادتها لأصحابها أم أن لها مفهوما أشمل وأعم وأوسع هل لها مفهوم أشمل وأعم وأوسع نعم بإذن الأمانة لا تتصر على مجرد الحفاظ على الأموال فقط وإعادتها لي لأصحابه وهذا ما نتناوله في هذا الفيديو تابع معي حتى النهاية طيب هيا بنا تعد الأمانة من أسماء هذا يعتبر بداية المعلومات الأساسية تعد الأمانة من أسماء يعني من أرفع وأعلى والمرض طبعا أن هي أفضل يعني أفضل الأخلاق أفضل الأخلاق الإنسانية وتعني ما معنى الأمانة ما المقصود بها تعني يعني يقصد بها الحفاظ على ما يؤتمن عليه الشخص من ودائع الودائع طبعا هي الأمانات والمفرد الوديعة وتأدياته بمعنى رده رد هذا الشيء وأداؤه أو تقديمه أو إعطائه لصاحبه على أكمل وجه بدون تقصير وبدون تهاون أو دون إهمال إذن هذا هو تعريف الأمانة مرة أخرى الحفاظ على ما يؤتمن عليه الشخص من ودائع وتأديته تأديات هذا الشيء على أكمل وجه بنرده على أكمل وجه زي ما هو بدون تقصير أو تهاون كما قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تردوها مرة أخرى إلى أهلها إذن هذه الأمانة وهي من صفات أيضا الأنبياء والرسل كان كل نبي تصد الصدق والأمانة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك صفة الأمانة هي مقابلة لصفة الخيانة كلمة مقابلة أنها عكسي يعني مضاد لصب إذا مضادها أو معاكسة لصفة الخيانة عكسها فإما أن يحافظ الشخص على الأشياء التي يؤتمن عليها بالشكل الصحيح وإما أن يخونها يخون هذه الأمانة ويضيعها ولا تنحصر لا تنحصر الأمانة يعني لا تقتصر طبعا على جانب بعينه بل تتعدد يعني ما تتعدد هنا معناها أن يتتنوع يتشمل جميع مجالات الحياة فالأمانة حاضرة بكل جانب يعني موجودة بكل جانب في حياة الفردي إذن الجماء الأمانة تشمل جميع مجالات الحياة هيا بنا نتناول بعض هذه الجوانب التي تشمل حياة الفرد أولا الجانب المادي الجانب المادي ويتمثل هذا الجانب في أداء الحقوق المادية إلى أصحابها كما هي دون نقصان بإذن واحد اعتملك على يعني أموال يجب عليك أن تحافظ عليها وبالتالي ترجعها بدون أي نقصان ثم الجانب المعنوي هناك الأمانة في الجانب المعنوي ويشمل القيم والمبادئ في أمانة القيم والمبادئ التي يلتزم بها الإنسان في حياته والتي تشمل أيضا رسالة التعليم تعليم أمانة التزام منظومة القيم والأخلاق الرفيعة إنك تلتزم بالأخلاق وحسن الأخلاق يعني وحسن الخلق طبعا هذا أمانة أيضا هذه كلها أمانات مؤتمن عليها الإنسان فالتزام صدق الحديث أمانة حفظ السري أمانة وهكذا وغير ذلك أذكر مثالين على الجانب المعنوي للأمانة ذكرنا هنا بعض الجوانب كما قلنا رسالة التعليم التزام لقيم الأخلاق أيضا التزام صدق الحديث مثلا حفظ السر أمانة ننتقل إلى جانب آخر وهو الجانب العلمي ومن الأمثلة أيضا على الأمانة أمانة العلم العلم نفسه أمانة فتعلم العلوم على الوجه المطلوب أمانة يعني أمانة من الأمانات أن تتعلم العلوم كاملة على الوجه المطلوب أنك تذاكر رص مذاكرة كاملة على أكمل وجه طبعا أمانة أمانة التأليف والنشر كلمة النشر بمعنى الاطباعة والتوزيع أمانة التأليف والنشر بأن يلتزم الدقة العلمية في تأليفه ونشره من ناحية صحة المعلومات ودقتها لما تنقل المعلومات تنقلها صحيحة دقيقة ومن ناحية نسبة المعلومات المكتبسة إلى مراجعها الصحيحة كلمة المكتبسة يعني المستوحاء أو المأخوذة من يجب عليك أن تنسبها إلى مراجعها ومصادرها الصحيحة كلمة مراجع المفرد مرجع أنت أخذتها مثلا من كتاب معين لمؤلف معين فتذكر الكتاب وتذكر هذا المؤلف وتذكر السنة وتذكر الطبعة طبعة الكتاب وهذه اللي هي بيسموها حماية الإيل الملكية الفكرية وحفظ حقوق الإيل المؤلفين طيب ثم الجانب العملي هنا الجانب العلمي وهنا الجانب العملي تتمثل الأمان به في قيام كل صاحب وظيفة أو عمل بدوره بشكل مسؤول أنت مسؤول عن وظيفتك وعن عمل من الأمانة أن تؤديه طبعا وتكون بدورك على أكمل وجه في هذا العمل وبما يحقق الغاية منه أنت مطلوب منك في عمل معين أو وظيفة معينة من الأمانة أنك يعني تؤديه كما هو مطلوب منك الغاية اللي هو الهدف الهدف البعيد يا تحديدا ويتحمل تبعات التقصير أو إذا قسرت في عملك فأنت تتحمل التبعات التبعات بنعنى العواقب أو النتائج أو المسؤوليات أيضا أنت مسؤول طبعا تبعات مفردها تبعة مفرد تبعة ثم بعد ذلك الجانب البيئي أيضا بإذا كل هذه جوانب الجانب المادي المعنوي العلمي العملي البيئي حتى البيئة فالواجب على الإنسان أن يشكر الله ويحمده على ما سخر له من بيئة سخر له بمعنى ذلل وأخضع وهيئ هذا معنى كلمة سخر هي هنا بتجديد الخاء أما سخيرة بدون طبعا التجديد وبالكسر فمعنى استهزأ فهنا سخر بمعنى ذلل وأخضع وهيئ له من كل ما في البيئة وأن يحسن استخدام البيئة واستغلالها لمصلحته دون تدمير أو تلويث أو فساد لا تدمر أو تلوث أو تفسد البيئة فالبيئة أمانة في يد الإنسان وتحت أي تصرفه الله عز وجل سخرها وهيئها لنا يجب علينا أن لا نلوثها ونفسدها فيما يتمثل الجانب العملي للأمانة الجانب العملي يتمثل في قيام كل صاحبي وظيفة أو عمل بدوره بشكل مسؤول وبما يحقق الغاية منه وأخيرا العالم بلا شك يحتاج للأمانة من أجل نشر عوامل الأمن والأمان نحتاج للأمانة لكي ننشر الأمن والأمان في العالم في المجتمعات فنحن لا نحتاج إلى قوانين صارمة صارمة بمعنى حازمة قاطعة بقدر ما نحتاج إلى نشر مبادئ وعوامل الأمانة يعني الأولى والذي نحتاج إليه أكثر هو نشر المبادئ نشر العوامل الخاصة بالأمانة نشر ثقافة الأمانة تعليم الناس أكثر من ويعني قبل الالتزام بالقوانين وسن القوانين لكي يلتزم الناس بإذن قبل القوانين وقبل فرض القوانين على الناس لا بد أن ننشر الأول المبادئ والعوامل الخاصة بالأمانة حتى نقضي على جميع جوانب الضعف والفوضى في المجتمع فهيا نغرس هيا نغرس هيا هنا بمعنى تعالوا بمعنى تعالوا نغرس نغرس بمعنى نزرع بمعنى نزرع وننمي خلق الأمانة في نفوسنا إذن لماذا يحتاج العالم إلى الأمانة؟ من أجل نشر عوامل الأمن والأمان هيا بنا ننتقل الآن إلى قاموس الأضوار والكلمة ومعناها وكذلك الكلمة ومضادها والجمع والمفرد والمفرد والجمع معاني مهمة تابعها معي وكذلك نختم في نهاية الفيديو بسؤال وجواب ملخص للدرس تابع معي حتى النهاية ولكن أذكرك مرة أخرى بالإعجاب والمشاركة لهذا الفيديو اعمل اللايك وشير لي الفيديو الآن أجرى معناها فعلة كلمة أجرى أجرى يعني البحث بمعنى فعله المراد هنا أقام أو يعني الأولى قام به قام به أو نفذه بعد ذلك كلمة إطار الإطار الأصل فيه عندما نقول مثلا إطار خشبي للصورة الإطار هو ما يحيط أو ما يحط بالشيء من الخارج من خارجه خلاص إذا إطار ليه للصورة والمراد بكلمة إطار هنا النطاق يعني نطاق أو هدف نقول اتفقنا على مثلا إطار عمل للمشروع إبا المقصود طبعا ليس الإطار الخارجي نماء الهدف يعني بعد ذلك كلمة محافظ هي أكياس لحفظ النقود والإيء والكتب هذا معنى كلمة إيء محافظ وليس يعني أنها أكياس بلاستيكية ولكن مقصود يعني شيء لحفظ النقود والإيء والكتب نقود هي عملات من الذهب أو من الفضة وغيرهما أيضا مما يتعامل به عملات أيضا يعني قد تكون فضية أو ورقي بعد ذلك كلمة ضائعة ضائعة بمعنى مفقودة رصد مراقبة وحصر وأيضا تأتي بمعنى بمعنى تسجيل أو متابعة كل هذه معاني لكلمة رصد مماثلة بمعنى شبيهة أو مشابهة أو موافقة لكذا ألقى بمعنى رمى تبضع المراد تسوق تسوق وطبعا قائمة تبضع بمعنى قائمة يعني مشتريات قائمة مشتريات أو قائمة بضائع هكذا إذن هذا المقصود بقائمة تبضع كلمة خالية بمعنى فارغة وتباينا بمعنى اختلافا التباين الاختلاف نتطرق إلى بمعنى نتناول تطرق إلى تناوله تتعدد تتنوع التعدد التنوع المقتبسة هي المأخوذة من اقتبسنا من هذا الكتاب يعني أخذنا منه هذه المعلومات أو مستوحاه منه كلمة الغاية الهدف وتحديدا الهدف البعيد بإذن الغاية هي الهدف البعيد كلمة سخرة سخرة بمعنى ذللة وأخضع وهيئ هذا معنى كلمة سخرة عندما نقول سخر الله لنا الأرض سخر الله لنا هذه البيئة بمعنى أنه أخضعها وهيئها لنا عندما نقول هذا بالتجديد بلخاء على شده وفتح عندما نقول سخرة بكسر الخاء بدون تجديد نقول مثلا سخر زميلي مني بمعنى استهزأ إذن فلاحظ الفرق بالتشديد ومن غير التشديد كلمة نغرس بمعنى أو المراد يعني هنا أننا نزرع وننمي أيضا ننتقل إلى الكلمة ومضدها كلمة ضائعة عكسها طبعا موجودة لأن معنىها مفقودة إذا مفقود موجود مماثلة عكسها مناقضة ومخالفة ومعاكسة ألقى معنى أو عكسها طبعا التقط عكس أنه ألقى الشيء طبعا التقطاه من الأرض خالية عكسها ممتلئة أو مملوئة تباينا المضاد اتفاقا أو تشابها الاتفاق والتشابه الأمانة عكسها طبعا الخيانة تنحصر تنتشر نقصان زيادة وتمام السر المضاد العلن المقتبسة المضاد المقدمة أو المعطى لأن طبعا المقتبسة معنىها المأخذة من يحسن يعني هنا الاقتباس الأخذ بإذا العكس نحن بقى بنقدمه مش بنأخذه وبنعطيه كلمة يحسن المضاد يسيء طبعا الهمزة هنا متطرفة على السطر كلمة تدمير عكسها تعمير تلويث تنظيف وتطهير إفساد عكسها إصلاح الفوضى عكسها للنظام وكلمة نغرس عكسها نحصد ننتقل إلى المفرد وجمعه كلمة فريق الجمع أفريقا أو فرق بإذن فريق جمعها فرق وأفريق إطار جمعها إطارات وأطر أيضا بعد ذلك مماثلة الجمع هذا طبعا هو الجمع مماثلة جمعها مماثلات مماثلات وكلمة عنوان عنوين قائمة قوائم مفتاحا مفاتيح مفتاح بكسر الميم طيب السر الأسرار المقتبسة المقتبسات وظيفة وظائف كلمة الغاية الغايات والغاي أيضا كلمة بيئة بيئات ننتقل إلى الجمع والمفرد الباحثين جمع والمفرد الباحث طبعا الباحثين هنا جمع مذكر سالم في حالة نصب أو في حالة جر لأنه بالياء لو في حالة رفعا نقول الباحثون بالو والنون طيب محافظ المفرد محفظة المفرد محفظة نقود نقد أموال مال أخلاق خلق حقوق حق قيم قيمة ومبادئ مبدأ هنا همزة متطرفة وهنا متطرفة ولكن هنا رسمت على الألف لأنه قبلها مفتوح هنا رسمت على ياء لأنه قبلها مكسور معلومات معلومة عوامل عامل ونفوس نفس كلمة نفس تجمع على نفوس وأنفس نصل أخيرا إلى ملخص للدرس ملخص للدرس كاملا مهم جدا في سؤال وجواب ما المقصود بالأمانة؟ الأمانة هي الحفاظ على ما يستأمن عليه الشخص من ودائع وتأديته على أحسن وجه بدون تقصير وطبعا هي مقابلة يعني عكس صفة الخيانة الأمانة عكس الخيانة بإذن هي الحفاظ ليس مجرد الحفاظ فقط على ما يستأمن عليه الشخص ولكن تأديته على أكمل وجه بالشيء أنك تحفظ عليه ويترجع زي ما هو وضح التجربة التي قام بها فريق باحثي الجامعات الأوروبية قاموا بتجربة في إطار الدراسة في إطار الدراسة دمنا الدراسة شارك بها آلاف الأشخاص من أربعين بلدا تتلخصوا في إعطائهم محافظ نقود ضائعة مفقودة لرصد تفاعلهم في مواقف مماثلة ومشابهة يعني عشان يختبروهم ويشوفوا يعملوا إيه لو يعني وجدوا في مواقف مثل هذه المواقف ألقى أشخاص متعاونون مع الباحثين أكثر من سبعتاشر ألف محفظة بواقع أربعمائة مرة في كل بلد السؤال الثالث على ما احتوت المحافظ التي استخدمت في التجربة احتوت على إيه؟ احتوت كل محفظة أو محفظة على ثلاث بطاقات شخصية عليها عنوان بريد إلكتروني يعني عشان يختبروهم ويشوفوا يرجعوها لأصحابها ولا لا وقائمة تبضع ومفتاح وكان بعض هذه المحافظ خاليا من النقوط فيما كان بعضها الآخر يضم بعض النقوط عما كشفت الدراسة التي قام بها الباحثون كشفت عن وجود تباين واختلاف بين الدول في مستويات الأمانة كل دولة مختلفة في مستويات الإيه الأمان طبعا كانت هذه القصة يعني مقدمة لدرس الإيه الأمان الأمانة حاضرة بكل جانب في حياة الفرد وضح ذلك كما كلنا الأمانة لا تنحصر في جانب بعينه بل تتعدد لتشمل جميع جوانب الحياة التي تخص كل فرد كالجانب المادي كما قلنا المعنوي العلمي العملي البيئي فيما يتمثل أولا الجانب المادي الأمانة يتمثل في أداء الحقوق المادية إلى أصحابها كما هي دون نقصان كما قلنا تأدية على أحسن وجه بدون أي تقصير بدون إهمال ماذا يشمل الجانب الثاني الجانب المعنوي الأمانة مع ذكر بعض الأمثلة يشمل القيم والمبادئ الأخلاق التي يلتزم بها الإنسان في حياته والتي تشمل أيضا رسالة التعليم تعليم رسالة والتزام منظومة القيم والأخلاق الرفيعة العالية كالتزام صدق الحديث والالتزام بحفظ الأسرار كل هذا من الأمان أذكر مثالين على الجانب الثالث الجانب العملي للأمانة مثل أمانة العلم وأمانة التأليف والإئواء النشر حقوق حقوق النشر والطباعة فيما يتمثل الجانب العملي وهذا هو الجانب الرابع يتمثل في قيام كل صاحب وظيفة أو عمل بدوره بشكل مسؤول وبما يحقق الغاية والهدف منه وتحمله هذا شخص يتحمل تبعات التقصير وقلنا كلمة التبعات اللي هي النتائج نتائج تقصير أو نتيجة تقصير ما طبعا المفرد تبعة البيئة أمانة في يد الإنسان طبعا هذا هو الجانب الخامس كما ذكرنا الجانب البيئي البيئة أمانة وضح الواجب على الإنسان أن يشكر أن يشكر الله ويحمده على ما سخر له من البيئة وكلمة سخر بمعنى ذلل وأخضع وهيئ له طيب وأن يحسن استخدامها واستغلالها لمصلحته دون تدمير أو تلويث أو إفساد السؤال الأخير لماذا يحتاج العالم إلى الأمانة لنشر عوامل الأمن والأمان الأمانة تؤدي إلى نشر الأمن والأمان في المجتمع وكذلك القضاء على جميع جوانب الضعف والفوضى في المجتمع تابع معي الفيديو التالي سوف نقوم بحل جميع أنشطة وأسئلة وتدريبات كتاب الأضواء على هذا النص المعلوماتي النقود الضائعة هذا الدرس المهم الذي تحدث عن الأمانة نقوم بحل هذه الأنشطة أولا ثم بعد ذلك حل أنشطة متحررة المحتوى وأخيرا نقوم بحل أسئلة تختبر نفسك كل هذه التدريبات شاملة وهي أيضا تشمل أو تشتمل على أسئلة نحوية وأسئلة إملائية إذن هي شاملة ومراجعة لكل ما سبق درسته وتحديدا هذا الدرس أيضا تابعه معي في الفيديو القادم لكن في النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركته اعمل إعجاب ومشاركة يعني وشكرا لك على وصولك حتى نهاية هذا الفيديو ووصولك إلى هذه الدقيقة شكرا لكم جميعا أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته